في هذا الفيديو سأستعرض جهاز جديد لمحبي الأجهزة الملبوسة خصوصا سماعات الأذن سأتكلم عن المنتج الجديد لشركة سويتش نحن نعرف أن شركة سويتش إحدى شركات مجموعة شركة أنكر أما شركة سويتش في هذه المرة فاجأتنا بسماعة جديدة فيها مميزات عديدة ومن أبرزها أربع مميزات أحدث سماعة من سويتش ترو بودز كويت الوهلة الأولى اللي نشوف فيها شكل العلبة وطريقة فتحها ستايلش وجميلة جدا يعني شوفوا كيف طبعا هم يهتمون بالتفاصيل الدقيقة وفيها معلومات كثيرة وكاملة يعني أنت بمجرد أنك تطلع على العلبة أو الصندوق الخاص بهذه السماعة وطريقة التغليف وأيضا طريقة العرض رح تنبهر وبنفس الوقت رح تتعرف على مميزاتها ومواصفاتها كاملة طيب خلونا نطلع أول شيء ونشوف وش في داخل هذه العلبة إن شاء الله تغليف من قلب من الأساسيات واللي الشركات تهتم بالعميل إنها ما تعطيك بس السماعة لحالها تعطيك السماعة ومقاسات لحجم الوسادة اللي تكون بداخل الإدن طبعا الأحجام بالعادة تيجي سمول وميديوم والعرج اللي هي مقاس صغير ومقاس متوسط ومقاس كبير هذا بالإضافة أنه السماعة يكون فيها المقاس أعتقد أتوقع يكون فيها دائما الميديوم أو المقاس المتوسط لأنه المتعارف عليه بحجم الإدن طيب وش اللي موجود بداخل الصندوق كتاب التعليمات اللي هو عزل الضوضة طبعا هذه العلبة اللي تيجي وزي ما تشوفون بداخلها مكتوب سمول ميديوم لارج كابل يو اس بي تايب سي وهنا الغيرات هطينها اللي هي الوسايد ونيجي الحين للمحم هذه السماعة بداخل العلبة اللون الأسود سويتش تشوفون سماعات الريت واللفت أو اليمين ويسار موجودة بالأعلى طيب خلونا نشيل الأولى بسم الله الرحمن الرحيم هذا شكل السماعة وعليها الشعار شعار الاس اللي هو من شركة سويتش نستكشف شكل العلبة من الخلف مكتوب سويتش وهنا منفذ اليو اس بي تمام وهنا العلبة لو فتحناها من الداخل خلونا نلاحظ فيه الليد ينور يلا خلني حط سماعة هنا سماعة وهذه سماعة الثانية وهذا الزر الليد اللي ورينا انه اما انها تشحن او طبعا اذا علقنا عليه هذا الزر نبدأ بالمزامنة نعلق عليه الى خمس ثواني الآن نجيب الجوال ونروح عند بلوتوث اغلب الأجهزة او اذا ما كان كل الأجهزة اللي فيها بلوتوث معناتها على طول اعرف انها تتصل بكل الهواتف سواء الايفون الاندرويد الهارموني او اس السامبيان اي نظام يشتغل عندك شوفوا اخر واحدة طلعت لي اللمبة اللي تأشر صارت خضرة وطلع لي على طول انها متصلة الآن الحين خلونا نشوف لو اوكي حتى في مركز او لوحة التحكم طالع لي انها متصلة وكمل بطارية اللي خاصة فيها على الايفون طيب ضغطتين من اليمين اشتغل المقطع طيب ضغطتين وقف المقطع الحين الوضع العادي والان انتبه اي ان سي اون اللي هو اكتيف نويز كانسليشن بيعزلي كل شي هاي الحين شغلي المايكات تدخلي لأصوات الأخرى الصوت جميل بصراحة فعلا رائع يعني للمكالمات بيكون جميل جدا خصوصا أنه في عزل السماعة فيها مميزات عديدة لكن أبرز أربع مميزات هي الأولى الشحن عن طريق الوايرلس فمع أنه فيه منفذ الـ USB Type-C إلا أنه نقدر نشحنها عن طريق الوايرلس بنفس الوقت سويتش تقول أنه ممكن السماعة هذه تشتغل إلى 29 ساعة تقريبا يوم وخمس ساعات عن طريق العلبة والسماعات أنه كل مرة أنت ترجحها في العلبة إذا فضت السماعة وتبدأ تسمع فيها موسيقى أو مقطع صوتي متواصل فيه تقنية جديدة أضافوها على نفس السماعة لما ندخل السماعة بالأذن أكيد بيكون في بعض المنافذ أو الفتحات اللي بيدخل منها الصوت الخارجي فالسماعة هذه تحاول أنها تبعد أي صوت يكون داخل عليك لماذا؟ لأنه فيه ميزة أو خاصية عزل الضجيج فهي أي أصوات تجي تحاول تدفعها وحتى أنك أنت تكون مركز في شغلك طوال الوقت من المميزات بعد أنها تدعم معيار IPX5 اللي هو ضد التعرق وأيضا رذاذ الماء وهذه مهمة جدا ومفيدة لممارسي الرياضة طبعا أنا ودي أجرب حركة اللي هي هل ستسقط السماعة أوكي ديفايس كننكتد هل ستسقط السماعة لو حركت مثلا بشكل سريع تعطينا إلى سالب 35 دي بي من ناحية أكتيف نويز كانسيليشن فيه مميزات إضافية تقدرون تشوفونها أو تطلعون عليها موجودة على نفس العلبة Additional Features أو مميزات إضافية رح أقرأها لكم واحدة وحدة خاصية Sound Through Mood اللي هي طبعا تأخذ الأصوات الخارجية وتدخلها وأيضا ممكنها تعزلها Intelligent Voice Assistant اللي هو مساعد الصوتي الذكي بالإضافة أنها تدعم الأندرويد والآيو اس أيضا عندنا دعم اللمس المتعدد سواء بالأذن اليمنى أو الأذن اليسرى من خصائص هذه السماعة البلوتوث فيها الأستار الخامس أيضا حجم بطارية كل سماعة اللي نوضحها بالأذن 40 ميلي أمبير أما العلبة فحجم البطارية 500 ميلي أمبير السماعة ممكن تستمر سبع ساعات متواصلة إذا شغلنا موسيقى طبعا مع إغلاق خاصية ANC وممكن إحنا نتكلم عن طريق الهاتف لمدة 6 ساعات متواصلة وأيضا مغلقين خاصية الـ ANC أما في حال استماع إلى مادة صوتية أو موسيقى ممكن تستمر من 23 إلى 29 ساعة طبعا هذا باعتمادنا على إعادة الشحن من نفس العلبة وما تفرق سواء إحنا فعلنا الـ ANC أو أغلقناها اللي هي Active Noise Cancellation المدى للبلوتوث يصل إلى 10 أمتر عدد المايكروفونات في كل سماعة 3 مايكروفونات في ختام هذا المقطع أتمنى إن شاء الله أني أفدتكم وأجبت على استفسارات كثيرة وبنفس الوقت أعطيتكم تصور وفكرة كاملة عن True Buds Quiet وهي السكون والهدوء من Switch هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر أتمنى تشرفوني دوما في قناتي بضغط زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ولا تنسون تضغطون اللايك حتى يوصل هذا المقطع لكثير من المتابعين على اليوتيوب وإن شاء الله ألتقيكم في مراجعات وفيديوهات أخرى وفي أمان الله